بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله على التمام والحمد لله على الإكمال والحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أما بعد أيها المسلمون عيدكم مبارك وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير يسرنا ويطيب لنا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أولا الحمد وشكر لله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فالحمد لله كثيرا والشكر لله كثيرا حبانا بنعم عظيمة ومنن كبيرة جسيمة فلله الحمد وله الشكر وله الحمد أن بلغنا هذا العيد السعيد بعدما نعم المسلمون بحلول شهر رمضان المبارك وما قدموه من أعمال نسأل الله أن تكون خالصة صالحة متقبلة بمنه وكرمه مع نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الأمن والأمان والاستقرار ورغد العيش فنحمد الله عز وجل أن حبانا هذه النعم ونحمده ونشكره جل وعلا على إكمال العدة إكمال عدة شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر المبارك جعله الله عائدا علينا وعلى ولاة أمرنا وعلى المسلمين أجمعين بالخير واليمن والبركات والسلام والخير للإنسانية جميعا نحمد الله ونشكره بلوغ عيد الفطر المبارك نعمة من الله تبارك وتعالى وفرحة للمؤمن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون نوصيكم أنفسنا بتقوى الله عز وجل ونهنئكم بهذا العيد المبارك أعاده الله علينا وعلى المسلمين بكل خير وأصدق الأمان وأسمى التهاني نرفعها باسم قاصد الحرمين الشريهين لولاة أمرنا حفظهم الله وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريهين وولي عهده الأمين جزاهم الله خيرا على ما قدموا للإسلام والمسلمين وعلى ما قدموا للحرمين الشريفين وعلى ما ينعم به الحرمان الشريفان وقاصدوهما من نعمة منظومة الخدمات وتوفرها مما حقق ولله الحمد والمنة نجاح موسم العمر فلله الحمد وله الشكر جل وعلا ثم الشكر لولاة أمرنا قال صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس فنشكر لهم جهودهم العظيمة في تأمين منظومة الخدمات في الحرمين الشريفين وفي خدمة المعتمرين والمصلين والزائرين ولقد نعم المعتمرون والمصلون في موسم شهر رمضان المبارك بنعم عظيمة ومنن جسيمة لم تكن لتتحقق لولا فضل الله ثم الرعاية الكريمة والعناية الفائقة من ولاة أمرنا وفقهم الله وكتب لهم الأجر والمثوبة والشكر موصول لإخواننا العاملين في خدمة الحرمين الشريفين على ما قدموا من خدمات جليلة جعلها الله في موازين أعمالهم الصالحة وكذلك لرجال الأمن ولرجال الصحة ولمنظومة العاملين في الحرمين الشريفين فريق واحد حقق بفضل الله النجاح والتميز نسأل الله التوفيق والقبول عيدكم مبارك العيد فرصة للبهجة والسعادة فافرحوا بعيدكم وفقكم الله صلوا الأرحام تعاونوا تواصلوا تسامحوا تصافوا في قلوبكم واحرصوا على إظهار الفرح في هذا العيد السعيد محفوفا بالضوابط الشرعية والتقيد بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية حفاظا على دينكم وحفاظا على صحتكم وأنفسكم بادروا بأخذ اللقاح لا يكون هناك تجمعات ولا يكون هناك أيضا تمحور في أماكن معينة احرصوا على التعقيم وعلى لبس الكمامات وعلى التباعد الجسدي ولا يمنعكم ذلك من التواصل فوسائل التواصل ولله الحمد والمنة كثيرة فلطمئنان على أقاربكم وأرحامكم وجيرانكم ومحبيكم مع ما تكنه القلوب لكم ولهم من محبة ومودة وشكر ودعاء أيها المسلمون نحمد الله ونشكره ونكبره الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة كل عام وأنتم بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ومن العائدين الفائزين المقبولين أعاده الله علينا وعلى بلادنا وعلى ولاة أمرنا وعلى المسلمين أجمعين والعالمين أكتعين بالخير والرحمة والأمن والاطمئنان والسلام وأن يكون عيدا مباركا تتحقق فيه الانتصارات وتتوالى فيه الإنجازات وتتولى فيه الفتن والجوائح والكوارث والأمراض والأسقام والنوازل عن بلادنا وعن بلاد المسلمين أجمعين كشف الله هذا الوباء وصرف عنا هذا البلاء بمنه وكرمه إنه جوادٌ كريم هذا ونلفت أنظاركم إلى أن صلاة العيد ستؤدى في الحرم الشريف بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريباً أي في حدود الساعة السادسة صباحاً فاحرصوا على إحياء هذه السنة متقيدين بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير ونسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والقبول والله الله في مواصلة الأعمال الصالحة والاستقامة على ما قدمناه في شهر رمضان المبارك ولزوم التوبة النصوح مع إظهار الفرح والبهجة والسرور والاستبشار والتواصل والتفاؤل والأمل بنصر الله وتوفيقه وكشف الأزمات والملمات والفتن والكوارث عن هذه البلاد وعن بلاد المسلمين أجمعين وعن العالمين إنه جوادٌ كريم تقبل الله منا ومنكم وشكر الله لكم وعيكم وتعاونكم مع الجهاد المعنية مما حقق ولله الحمد والمنة النجاح فلنحافظ على ما وصلنا إليه ولنطمح دائما إلى الأفضل وأبشروا بالخير بالأجر والمثوبة والتوفيق والبركة في هذه الدنيا وفي الآخرة إن ربي خير مسؤول وأكرم مأمول أعاده الله علينا وعليكم أعوامًا عديدة وأزمنةً مديدة وجمعنا بكم دائما على الخير إنه جوادٌ كريم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته